رحت على مصر لقيتم بفترة الأولى التسعينيات تسعة وتمانين تسعين قبل ما يتوفى عبد الوهاب المثقار الكبير قبل ما يتوفى مضبوط لأنه كان من أحد الناس اللي أثنوا بصوتي المثقار عبد الوهاب هذه شهادة طبعا هذه مهمة معتز فيها كتير لقيت أن الأغنية الشبابية هي لطاغية على كل الساحة الفنية هي كانت سنوات تحول هذه كانت بداية سنوات التحول الأغنية الشبابية ما كناش نسمع فيها أو على الأقل أنا ما سمعتش فيها وأنا عايشة في المهجر في أمريكا رحت لهناك صاروا يقدموا لي أغاني قلت لن مش هون أمريكا جيت لهون أنا بدأ أغني طربي بدأ أغني كلاسيكي هذا هو اللي بعرفوه هذا هو اللي بدأ أكمل فيه وأستمر فيه وضلتني مصر على هالشي يعني كان فيه مثلا أضواء المدينة كان فيه ليالي التلفزيون صحيح اخترت من بين هاي الأشياء كلها دار الأوبرا صح وجمهور دار الأوبرا محدود يعني أقل عددا خلينا نقول عن أضواء المدينة وليالي التلفزيون نخبوي أكثر نخبوي أكثر طلع كل شعب المصري يعني شعب معروف مميز بأنه ضواق بالفن حتى لو أنه بروح على حفلات تاني ولكن أنا لقيت نفسي بهذا المكان وهذا شوي حدد من الشهرة في البداية من الانتشار طبعا أكيد دائما لما بيكون فيه خيارات هذا كمان ثمان يعني عرفت كيف دفعتين أكيد أكيد